وشدد الرئيس عبد الفتاح السيسي في مداخلة له على أن قارة إفريقيا كانت متأخرة عن التقدم الإنساني لأسباب تاريخية وعشر الرئيس السيسي إلى أنه لا يجب أن تدفع الدول الإفريقية ثمن الأثار التي نجمت عن الاستعمار واستغلال مواردها مرة أخرى أفريقيا الأسباب التاريخية كانت دايما متأخرة ولما وصلت لمرحلة التقدم الإنساني اللي حصل في العالم كله كان دايما في أفريقيا وإحنا جزء منها كنا دايما متأخرين وبالتالي التمن ده مش ممكن أن نفضل كدول أفريقية نفضل ندفعه مش معقول لن ندفع هذا التمن كدول أفريقيا تدفع تمن الأثار اللي كانت نجمت عن الفترة اللي كان فيها تواجد استعماري في القارة واستغلال مواردها لسنوات طويلة جدا وبالتالي القارة بقيت يعني بمنتهى التواضع كده هي أقل قارات العالم تقريبا تقدما وأكثر قرات العالم يمكن محدودة داخلها وحجم الفقر والجهل والتخلف الموجود حجمه ضخم جدا أنا مش هتكلم بالمسار اللي انتو كلمتوا به بالزبط يعني الدكتورة كلمت على إن فيه نص سوان القارة ما حدومش طاقة وفيه ربعمائة ألف بيموتوا نتيجة استخدام الخشب ومواد أولية جدا جدا في الإشعال تفتكروا دول زي كده تفتكروا هي تستطيع أن تتعامل مع مطالب الطاقة الجديدة والمتجددة تفتكروا هي 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 تفتكروا